موسيقى مع مريم بيط طلبة طلبة مريم العدرة يلي من صليها عادة في لقب بتعطيل كنيسة بنستغربه شوي بتقل يا برجة داود صلي لأجلنا بنقول كمان مرات يا برجة العاج وفيه كمان مناطق بلبنان مسمي اسم الكنيسة على اسم سيدة البرج ليش البرج وشو بيرمز البرج وليش برج داود هو لقب من ألقاب مريم العزراء أولا البرج بالمجتمعات القديمة هو حصن عالي مرتفع بيساهم بالدفاع عن المدينة بمرائبة الأعداء يلي جايين من بعيد لحتى يصدوا هجماتهم لحتى يصدوا هجمات الشرير يلي قاصد المدينة بشر لا بخير والعذرة برج داود من وين جاي هالكلمة؟ هالكلمة موجودة بسفر نشيد الأنشيد بالكتاب المؤدس العهد القديم ولكن المقصود بعروس النشيد مش فقط فتاة جميلة أو عروس عنقا جميل أو حدا عم يتغزل فيه كاتب الملهم قد ما هي بترمز للشعب لأورا شليم لصهيون لكل هالشعب يلي فيه معاهدة حب بينه وبين الله يلي فيه عهد فيه حوار فيه قصة خلاص فيه تاريخ بينه وبين ربه إذن برج داود هو بوسط المدينة وبيقولوا أباء الكنيسة إنه هالبرج صعب كتير إنه الواحد ينال منه إنه يتغلب عليه يسيطر عليه لأنه محصن جدا ومريم كمان برج داود محصنة وقوتة وقدرتها هي إنه مكرسة للرب كما كان برج داود بوسط أورا شليم ملك للرب ويخص الرب كذلك الأمر بيخبرنا سفر سموئيل الثاني عن دخول داود بمدينة اليابوسيين قبل ما تصير أورا شليم مدينة داود انتصر عليهم انتصار صاحق وغير اسم المدينة من مدينة اليابوسيين إلى مدينة داود وعمر فيها البرج ووسعها وأويها وحط فيها حماية ولما الأباء عطيوا هاللقب إلى مريم حملوا المعنى زيته بي مريم ومع مريم سكن الله مع شعبه حضور الله صار واقع ملموس بواسطة مريم وأيضا بواسطة مريم حماية للمؤمن من ضربات العدو يلي هو الشرير يلي هو الخطيئة يلي هو الشيطان العمان وإيه للساكن بمريم بينتصر على الشر وبينتصر على الشرير إذن برج داود أو برج العاج ما أنه طبقة عازلة ما أنه طبقة مرتفعة لتبعد مريم عن عامة الشعب أبدا بالعكس برج داود بيجعل الله حاضر بقلب مدينته بيجعل مريم محامة دفاع عن الشعب عن الكنيسة مفتدي للآخرين ونحن أختي مع مريم كل واحد مننا خلينا نتعلم نكون برج حضور برج حضور نشهد لمحبة الرب أولاً بعالمنا نسمح له يعبر من خلالنا ونتعلم ثانياً نكون برج حماية حماية لحقوق الآخرين حماية لصيتهم حماية لقيمتهم مش نحن يلي بدنا نمشي ضد مصلحة الروحية والاجتماعية والإنسانية ونتعلم ثالثاً ما نخاف لأنه نحن مع مريم برج داوود محصنين ضد هجمات الشرير آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة